في الفيديوين الماضيات حكيت لك الطرق الأسلم والأحسن والأسرع انك انت كيف تخسر فيهم ويبدك فاليوم خلينا أحكي لك أصلاً عشر فطوات أو عشر أشياء لازم تعملها بعد مخسرت وضعك شاسر مصطفى ونو مور والله يسلم أول شكل اللي معلم بدك تعملها لسه ها بلشت حس حالك انه بلشت حتخسر شغلك إذا كنت مخير اتخاذ القرار بين انك انت طواعية تترك الشغل وتستقيل ولا الشركة يعملو لك ترمينيشن أو كانسليشن أو يلغو اللعقد تبعك ويتردوك يعني سأنا عم بحاول أخليها بكلمة أوروية إذا كان لك الخيار فحاول انك انت تعمل وتقييم من ناحية التزامات حقوق بنيفتس ووائد أو شو بعربني المهم اعمل حساباتك وقرر النقطة الثانية عملت كل البلاوة الزرجة اللي حكيت لك عنها في الفيديوهات اللي قبل أو ما عملتها المهم انك انت عم تترك شغلك أو تركت شغلك أو انت هلا قاعد بدون شغل لازم تكون صريح مع نفسك وتقدر وتدرس قدراتك المادية ليش عشان تحسب انت قديش تقدر تصرف على حالك بدون شغل عشان تعرف قديش بدك تخصص وقت إما لعملية إيجاد شغل جديد انت بدكية أو لاتخاذ قرار في انك انت مثلا تشتغل عمال حر او انك انت تشتغل مشروعك الخاص او اي قرار بخص الشغل يمكن تقرر لنا خلاص ما بديش اشتغل معاي بصاري كفاية واموري تمام ووضع المادية مرتاح فشيء ضروري انك انت تقدر قدراتك المادية والنقطة الثالثة اكيد انت هلا بدك تقرر هل انت راح تدور على شغل جديد ولا راح تفتح شغلك الخاص ولا راح تشتغل فريلانسر ولا انت اساسا ما راح تشتغل هذا قرار ضروري اذا نحكي انك قررت انه انت ما راح تشتغل اساسا فاكبر غلط انت بتعمله انك انت عم بتكمل الفيديو سكر الفيديو وقوم سوي اللي بدك اياه لانه التكمل ملكش علاقة في هذا انت ما راح تشتغل بس النقطة رقم خمسة اذا انت قررت انك انت بدك تدور على وظيفة جديدة فاللي راح تعمله انه يلا نبلش عد من النقطة رقم اربع النقطة الرابع بلش تجهز حالك وحط حالك نفسي في وضع البحث عن وظيفة وجهز حالك للبحث عن وظيفة اول شي بتعمله لما تكون بهاي الستوائش تفتح على اليوتيوب بتكتب جعز المصطفى وبتحضر فيديوهات اللي انا حكيت لك فيها كيف ممكن انك انت تلاقي الوظيفة المناسبة او تجهز للبحث عن الوظيفة تبدك اياها من ناحية انك انت تختار شو نوع الوظيفة شو مسمى الوظيفة شو الراتب المطلوب شو البنيفتس المطلوبة شو البدلات المطلوبة شو كمان اللوكيشن الموقع مثلا اللي انت بدك فيه الوظيفة واو الاخر هي فيه الاشياء او فيه القرارات اللي بتخص وظيفتك اللي انت بدك تشتغل فيها بعد هيك و النقطة رقم خمسة النقطة رقم خمسة هي نقطة حلوة وحبابة وانت تعلم وناس شو بتحكي لك؟ بتحكي لك انه انت خلال عملية البحث عن فرصة عمل تحاول انك انت تمارس كل هواياتك وتعمل كل اللي نفسك فيه وتروح وتيجي وطلعت ونزلت ونعم وتقضيت وقت وتسلاق على الاخر قد ما تقدر قبل ما انك انت اساسا تلاقي وظيفة جديدة تتعكم فيها ونبطل نشوفك بعدها و النقطة رقم ستة الاشي اللي انا دائما بحكيه لتسين وانت فيه عندك دورات كثير كنت حاب تاخدها بس بحكم الشغل والأيلي والولاد والمشاعر بمين كمان ما كان عندك وقت انك انت تاخدهم صار هلأ عندك الوقت الكافي والكافي كثير انك انت تاخد الدورات اللي انت محتاجها او جزء منها وتطور مهاراتك او جزء من المهارات اللي انت محتاجش انك انت تتعلمها هتقول لمصاري هتقول لك يوتيوب هتقول لك مصاري هتقول لك جوكيل هتقول لك مليون مالك او ببلاش فما لك هتجد والنقطة رقم سبعة النقطة رقم سبعة نقطة منطقية وبنت عالم وناس بتقول لك عن خطة واضحة المعالم كيف هتعيش وكيف هتصرف وكيف هتتصرف خلال عملية البحث عن العمل واللي لازم تتناسب مع قدراتك المادية اللي انت قدرتها في نقطة من النقاط اللي حكيتها قبل هيك وهذا يشمل على الفترة اللي راح تكون أصلاً بتدور فيها على فرصة عمل والفترة اللي بدأك تشتغل فيها بالشركة الجديدة ولازم تكون خطة واضحة المعالم وتتناسب فعلياً مع حقيقة قدراتك المادية لا تشتغح كثير ولا تضغط حالك على الآخر والنقطة رقم ثمانية لك تيت وعجمت فيها كثير 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 حدد قدراتك ومهاراتك ونقاط قوتك ونقاط ضعفك عشان تعرف كيف تسوق لحالك في الوظيفة الجديدة النقطة رقم تسعة تاقي فرصة تعامل تتناسب مع خياراتك واحتياجاتك وقدراتك ومواهبك والفيلد اللي انت بدك يشتغل بالوظيفة وقابل على الوظيفة وقدم على الوظيفة اللي انت بدك إياها مش اللي بس متوفرة مش أي شي بيطلع قدامك إلا في حالة إن وضعك المادية مثلا جدا سيئ عندك التزامات جدا عالية عندك التزامات عائلية علاجية مرضية أي التزامات تلزمك تشتغل في أي شغل فأنا ما عم بحكي عنها لكن انت في الكمفورت زون اللي انت قادر انك انت تتحمل شوي وتسيطر وتختار الوظيفة المناسبة هلا لقيت شغل وقابلت واتفقت على الراتب كل أمور تمام وشغلك منيح وبلشت شغل معهم واشتغلت سنة سنتين واتفر وازهقت منهم وقرفت الشغل وكل الناس ما بفهموا لأنه كل الشركات ولاد كلب ولأنه كل المدراء مش مناح بالمرة وخلص ازهقت وبدك تترك شغلك وبدك أي طريقة تقدر تترك شغلك فيها بسيطة ارجع على الفيديوهين اللي هم راح يبينه يمكن هون هون او هون وهون هدول ارجع احضرهم انا عملتلك اياهم اصلا حكيتلك فيهم كيف تخسر شغلك واحد بيقول لك عشر خطوات عشان تخسر شغلك بسرعة واحد بيقول لك يخسر شغلك في عشرتية فضبط حالك احضرهم واخسر شغلك هلا هيك بكون وصلت للمرحلة اللي انا في راحة نفسية هائلة ليش؟ لان انا حكيتلك كل اشي بلزمك كيف تدور عشغل وكيف تطور مهاراتك كيف تلاقي شغل وكيف تتوظف كيف تشتغل في الشغل وكيف تطور مهاراتك كيف تترك الشغل وكيف ترجع تدور على وظيفة وكيف ترجع تترك هذه الوظيفة وشو تعمل بعد ما تترك هذه الوظيفة كيف ترجع تلاقي وظيفة ثانية وترجع تخرب الدنيا وتجيب العيد وكيف ما تخرب الدنيا وما تجيب العيد وكل اشي انا حكيتلك كل اشي هلا الكرة معلم في ملعبك قل لي شو رح يصير معك حط ليا في الكومنت وسلام